اتزامن مع انطلاق المشاورات في الكويت يخرج ابناء هذه المدينة في مسيرة شعبية للتنديد بما يتعرض له ابناء هذه المدينة من مجازر ترتكبها الميليشيات الانقلابية وعدم التزامها بوقف اطلاق النار فيما تؤكد لجنة تثبيت وقف اطلاق النار التزامها بذلك الاتفاق والسعي من اجل التزام جميع الاطراف الموقعة عليه وتم تشكيل لجنة هنا لتنفيذ هذا الاتفاق لتثبيت وقف اطلاق النار ووقعنا اتفاق معهم وكنا متفائلين خيرا بوجب عدوم وخرجنا اليهم وتكبدنا المصاعب والمشاق وتعرضنا لاطلاق النار حتى نحق ندماء اليمنيون نحق ندماء ابناء تعز ولكن للأسف الشديد اليوم الثالث ولم يتم تنفيذ اي شيء من الاتفاق لازمنا حريصين على الاستمرار مع الطرف الاخر حتى نوصل الى وقف كامل لاطلاق النار وفك المنافذ للمحافظة المسيرة الشعبية التي شارك بها الكثيرون من ابناء هذه المدينة تلبية لدعوات الاحتشاد الذي لم يسبق له مثيل منذ اندلاع الحرب هنا في تعز من اجل ايصال رسائلهم للمتحاورين على طاولة المشاورات في الكويت خلق التعز اليوم لتؤكد وضوص الرسالة مفادها بان قضية تعز اكبر من قضية حصار ان لم يعالقوا السبب الذي هو قدوم الميليشيا الحوتية من خلف من قبل مرم بساندة ابناء تعز بساندة بعض من ابناء تعز ان لم يعالقوا السبب فان حوارهم لا يعني استمرارية اختراق الهدنة وحصار المدينة وقصفها بالاسلحة التقيلة من قبل الميليشيا والهجمات المتكررة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني كلها ملفات كان ينبغي النظر اليها قبل بدء المشاورات في الكويت كما يقول هؤلاء مع انطلاق المشاورات في الكويت يستمر ابناء هذه المدينة في الخروج بالمسيرات الشعبية التي تطالب برفع الحصار عن المدينة ووقف اطلاق النار عمزة امين قناة بنقيس تعز اشتركوا في القناة